استكمالا لجولة مباحثات سابقة أجراه وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد الطلبان مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والتي لم تصل نتائجها إلى نقطة الحسب النهائي الوفد التفاوض مرة ثانية لبغداد لبحث الخيارات المطروحة بشأن ملف رواتب الموظفين والموازنة الأزمة في أساسه هو عدم الالتزام الساسر في بغداد بالدستور العراقي الدستور العراقي وضع أسس ثابتة لعراق يمكن لنا نحن في إقليم كل سنة نعتقد كل الشهب العراقي أن يرضى بالعيش معه عدم الالتزام هو الذي يخلقه ليس هناك شيء اسم أزمة بين بغداد وأربيل كل هذه الخلافات حول الرواتب حول المراتق المتنازع عليها حول صلاحيات كلها محلولة في الدستور وهذا مجرد أنا أعتقد تحارش بالإقليم الناجح في إدارة هذا الجزء من العراق رغبة مشتركة تلوح بها بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة بينهما منذ أمد بعيد خلافات أشعلها قطع رواتب موظف الإقليم لعدم إيفاء الأخير بتسديد إرادات نفطه المصدر والبالغ 250 ألف برميل إلى خزينة الحكومة الاتحادية طبعاً الزيارات تؤمل أنه يصلون إلى حل يخدم هم العراق وهم الإقليم في نفس الوقت هذا نتيجة التفاوضات ولكن هناك مشاكل متعلقة قديمة لحد الآن ومستمرة وجهات أخرى تدفع بأنه يضعون عوائق أمام هذا الاتفاق مساعي مستمرة لحل الحسابات المالية والنفطية والتصويت لحكومة الكاظمي والتي لحصة الكرد منها ثلاث وزارات هي المالية والعادل والشؤون الإقليم خلافات الساعات الأخيرة تتفاوت فيها مواقف الكتل السياسية ومنها الكردستانية ومسارات عسيرة واجه الكاظمي فما بين مؤيد ومعترض وواقف على التل ينتظر الجميع غداً جلسة منح الثقة للحكومة المنتظرة لقناة الفلوجة بشير الحسن أربيل